لما التحقن بناء اللحظة نتواجد الآن بمهد الخلافة العامة لطريقة التجانية بالعالم ممثلة في شيخها سيدي علي بالعرابي في هذا الملتقى الموسوم بالشيخ سيدي أبو العباس أحمد التجاني وعينايته بالسيرة النبوية الشريفة وبحديثة المولد النبوي الشريف يحضر معي ممثل وفد النجر زكريا محمد الرباني سيدي طالبتم الحكومة الجزائرية بإلاء اهتمام أكبر بالزاوية التجانية ما هو المقصد من ذلك؟ أمن الجانب الديني أمن الجانب الثقافي أمن الجانب الإعلامي تفضل سيد أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ الإعرفان إلى السلطات الجزائرية المركزية والإقليمية والمحلية على الدعم المتواصل الذي تقدمه للزاوية التجانية الكبرى هنا في عينماد والخلافة وأنا سعيد بالمشاركة في هذا المنطقة العلمي المهم والمميز كما أشرت أنا أشرت في كلمتي أو طلبت في كلمة التي ألقيتها باسم الوفود المشاركة السلطات الجزائرية بتكثيف الجهود نحن نعرف أن هناك جهود تبزل لأن المؤسسات التي رأيناها هنا كلها نعرف أنها من ثمرات هذه الجهود لكن نريد تكثيف هذه الجهود من أجل جعل العينماد مركزاً للتجانية والتجانيين ومن أجل جعلها أيضاً مركزاً للإنتاج الفكري على مستوى المعارف التجانية والتصفيف الإسلامي وكذلك الفكر الإسلامي إذن أقصد هنا الدعم العام أما بنسبة للتنفيذ فيترك للخلافة إذا كانت الضرورة تقتدي إلى دعم الجانب الثقافي فهي تعلم بذلك وإذا كانت الضرورة تقتدي أيضاً دعم الجانب الفكري أو التعليمي فهي أدرع بها عموماً ما طلبناه وكما قلت لك هذا لا يعني أن السلطات لا تعطي اهتماماً لما يجري هنا نعرف أن هناك جهود تبزلها لكن نريد تكسيف هذه الجهود من أجل إسراع عملية التحول التي ستؤدي إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف التي ذكرناها وأعتقد أن الرسالة الآن واضحة وأتمنى أن تكون قد وصلت شكراً زكريا محمد يحضر معي كذلك حفيد شيخ الطريقة التجانية هنا بمدينة عالماضي مرحباً بك سي رزاكم الله خير الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمد الله على عطائه وجوده وكرمه ونوفقنا لإقامة هذا الملتقى الدولي الذي جاءته الناس من كل فجر عميق لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء محبته لتجديد العهد معه صلى الله عليه وسلم في سيرته وكانت حوصلة الملتقى ألا وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنظار الشيخ سيد أحمد التجاني كيف أسس الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى هذه الطريقة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لقيت قبولا في العالم لأنه كان رضي الله تعالى عنه متمسكا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فنحمد الله على توفيقه وعلى جوده وكرمه ونشكر الإخوان الذين جاءون من كل دولة أبوا إلا أن يشاركون هذه الفرحة وهذه العارمة التي حقيقة تغيرت عين ماضي كلها ولله الحمد جاءت لتعضيد هذا والبهجة به ونشكر كذلك الخليفة العام الراعي للإخوان وسيد الرئيس ولكل السلطات الذين شاركوا معنا في هذا الاحتفال شكرا سيد جزاكم الله خير نعم زميلتي أحلام لا زلنا نتواجدون هنا بمقر الخلافة العامة لطريقة تجانية وهما خلص به اللقاء ببعض التوصيات نذكر على سبيل المثال ترسيم الملتقى وجعله بتوسع دول أكبر طلب إنتاج فيلم وثائق للشريخ أحمد التجاني طلب تسمية معهد تكوين الأئمة هنا بمقابع الماضي بتسمية مؤسس الطريقة أحمد التجاني اقتراح اعطاء مجال واسع للتراث الصوفي في المناهج التربوية مصطفى بن مسعود مرسل تلفزيون النهر بولاي تلغوات نشكرك على كل هذه التفاصيل وشكر موصول